ناصحا الساسة بأن يتبنوا شعار حملته الانتخابية من أجل حل مشاكل العالم يوجه ترامب خطابه للحاضرين في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حل مشاكل العالم الذي زعم ترامب أنه قام به كان يرتكز على قتل القضية الفلسطينية وضرب مرتكزها القدس في مقتل عندما دشن سفارة بلاده فيها معلنا إياها يهودية لم يتجرأ كل أسلافه على الاعتراف بها جمل قصير بين نتنياهو وترامب في الجمعية العامة كانت أوضح صورة لسياسة الأخير التي يفتخر بها ترامب لنتنياهو نحن معكم مئة بالمئة يرد الأخير لا يوجد أحد في العالم يقدم دعما لنا مثلكم ويعلن بعدها رجل البيت الأبيض عن خطة لإنهاء القضية الفلسطينية ضمن مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ليحل بعد ذلك سلام يرتكز أساسا على نسف الجذور الفلسطينية في أرضهم التاريخية الخطة المرتقبة تتضمن ما يطلق عليه بمشروع حل الدولتين وتقديم تنازلات من الجانبين الصهيوني والفلسطيني قائمة على أسس تفوق دولة الاحتلال وسيادتها كما هو ظاهر من تصريح ترامب بالدعم المطلق للكيان الصهيوني كما سبق له أن تطرق لمشروع الدولة الواحدة بكلمات سخرية عدائية عندما رأى أن هذا المشروع قد يؤهل شخصا يحمل اسم محمد لحكم الدولة الجديدة تناقض بالأفعال والخطابات رافقت ترامب منذ توليه السلطة وبواقع متخيل لدى الرجل بعيدا عن الواقع الحقيقي لا يتحرج من التفنن باستعراض إنجازاته حتى بات فن التهريج السياسي الذي لا تخل منه هوامش الاجتماعات في المحافل الدولية جوهرا أساسيا لخطاب ترامب الرسمي الذي صار مادة دسمة للسخرية والاستهزاء تتسلى بها وسائل الإعلام ويصفق لها السامعون وكلهم أفواه مستهجنة